اهلا بكم شباب في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا بس قبل ما بتديو اتكلم عنها حابب افكرك انك تعمل سبسكراب للشانل وتسيب لي رأيك في الكومنس بعدما الفيديو ينتهي. النهاردة شباب هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الانيميشنز. طبعا خليك عارف ان اي تطبيق بدون هو تطبيق مملء. لان انت لما بتيجي بتضيف انيميشن للتطبيق عندك انت بتحسن من تجربة اليوزر مع التطبيق. فبالتالي لما يجي استخدم التطبيق يحب ان هو يستخدمه للمرة التانية وده اللي احنا عايزينه. الى جانب ان انت لو شغال مع مثلا وطلب منك تطبيق وضفت له انت كده لطيفة. لما يجي استخدم هو التطبيق هيحس ان انت باني التطبيق ده بشكل احترافي. فبالتالي نسبة ان هو يجي لك في شغل تاني هتبقى اكبر او يرشحك ثانيين. فبالتالي المضاء هيفيدك يعني. تمام? فالنهاردة انا حبيب اتكلم عن النقطة في تقريبا بنقابلها كتير جدا. الى وهي خليك عارف ان انت دلوقتي بتتعامل مع بشكل كبير بتضيف او تمسح من فبالتالي ايه رأيك? لو نخلي دي ما تبقاش عادية ولكن تبقى تمام? ده اللي احنا عايزين نعملوه. فتعال هنشوف هنعمل الكلام ده ازاي? تمام? طبعا في البداية خلص انا عملت عادية جدا سامتها فيها بتاعي والهوم بتاعي هي حاليا فيها بس مش اكتر فيها سكاة في الجوة الاب بار. تعال بقى نبتدي ونحط البادي بتاعنا. فانا البادي هحط فيه كاستم انيميتد لست. تعالى نبنيها بقى. هنقول هنا ستيتلس ووجت كاستم انيميتد لست. طبعا هتقول لي انت ليه بتعمل كده ما تكتب كله في البادي? حاب بقولك ان طبعا نقطة ان انت اتقسم الووجت بتاعتك لووجت اصغر ده ما فيهوش نقاش يعني دي دي ثوابة المفروض تبع عندك. فعشان كده وانا حتى لو بعمل التوتورية هتلاقيني بعمل كده بحيث ان المعلومة دي تزبط عندك لوحدية تمام? حلو. تعال بقى نشوف دي هيبقى فيها ايه? فطبعا انا دلوقتي هابني لست فعمل لقيه لانيميتد لست ببساطة هي اسمها اهي. وزيها زي اللست العادية بتاخد لكن لو قفت على هتلاقي ان الاختلاف ان ده بياخد زيادة. يعني عندك وعندك 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 هنا هو ده الزيادة وطبعا واضح هو الزيادة ليه? لان احنا هنستخدموه. عشان اللي جوه ايه? اللي جوه الموضوع بسيط يعني. فتعال هنا نحط ايه? نحط والانديكس. وبعد كده عندك هنا الانيميشن. ده الزيادة اللي عندي. حلوة يا بي. وبعد كده ممكن هنا نعمل اللي ايه بقى? للايتمز اللي هستعرض جوه. طبعا بيبقى انا بنعمل يعني فممكن نعمل حاجة بسيطة جدا يعني تعال نعمل مسلا هنا نسميها ومسلا تبع عبارة عن كده. ده مسلا بتاعته تبقى تمام. وتعال نحط جوه بس مش اكتر. يعني خليها مثلا. وممكن نخليه بالمرة. طبعا الكنست انت عارف انها بتحصل من اداء التطبيق في اي مكان ينفع تحط في الكنست. ما تترديتش اللحظة ان انت تحط الكنست على طول. وتعال نقول التايتل هنا هيبقى عبارة عن برضو. جوة تعال نخليه متغير. ليه متغير? لان كل عايزين هيكون لها اسم مختلف بحيث ان انا وانت نلاحظ الفرق في الاضافة او في ايه او في عملية المسح. تعال هنا نقول وهنقول تاكست. تمام كده وتعال نقوله عن بالمنزر ده. وتعال نضيف التاكست هنا بس. حال بقى قوي كده خلاص. ممكن برضو نضيف سابتايتل ولا مش لازم نضيف سابتايتل. حلو ماشي. تعال هنا نعمل ريتين الايه ليه بالمنزر ده طبعا محتاجين اديها التاكست. فطبعا التاكست هنجيبه منيه? الطبيعه المفروض ان انه تبقى عندك لست فيها مجموعة الايتمز اللي هتعرضها. فانا تعال نفترض ان انا وكل مرة هاعرض في المكان ده. تمام? فتعال هنا نقوله تمام? ممكن تحدد كمان ان لو حابر في المكان ده بحيس ان انت تتأكد ان الدنيا ماشي معاجه بالشكل سليم. طبعا هيعترض على طوله هيقولي شيء لخلي بالك ان انت ما نفعش تنشئ متغير. اه مش جوه ايه جوه او تمام? لازم يبقى لازم تحول دي خلاص كده انت بقيت مجبر. علشان دي تبقى في بتاعك. دي نقطة مهمة خلي بالك. تمام? اه ماشي تعال بقى نكمل كلام خلاص كده ضفنا خلاص احنا كده خلصنا الكلام بقى. دلوقتي بقى ندخله بقى في نقطة ازاي ننشئ بقى الليست. عشان ننشئ كي تمام? هنقوله والجلوبل كي ده هيشتغل عليه هيشتغل على لان احنا من خلال الكي ده هنهندل بتاعت مين بتاعت لان انت خلي بالك انت هتمسح منها وهتضيف ليها وهي معروضة عندك. فبالتالي انت محتاج بتاعتها. فهنستخدم عشان نعمل النقطة دي فممكن نقول هيساوي هيساوي حلووي. ممكن نضيف لقيه للفي المكان ده. تعال نديها الحلووي. تاني نقطة خلي بالك فيها لازم تحدد هنا بتاعك اللي هو من اخر بتاع الليست بتاعتك. لان خلي بالك ده بيتغير. هو في البداية كام زيره? لكن يمكن كمان شوية بقى واحد اتنين تلاتة يرجع واحد تاني وهكذا لان انت بتقعد تتحكم في تضيف او تمسح منها. تمام? فبتالي بتاعي يبقى اللينس بتاع مين بتاع الايتم? فاقول ايتم دوت اي دوت لينس بالمنظر ده. حلو ابي تقريبا انت كده خلصت كل حاجة يعني خلاص. دلوقتي اللي فاضل بقى اجرب اضيف لاي? للانيميتد لست. انا عايز اضيف لها حاجة. فطبعا انا ما عنديش هنا اي بطن للاضافة فممكن مسلا نحط دي جوة اي جوة كولم. طبعا هرملنا على طول وده شيء منطقي. لان انا محتاج لخلي الانيميت اللي ستو بقيته عشان تيكسباند لان انت عارف ان هي مش هتاخد المساحة المتاحة لها غلو ايه غلو قلت له تمام? وتعالي هنا هنحط مسلا بسيط كده عشان يبقى في اللي هضيف منها ايتم. وبعد كده عندي هنا ممكن نحط عبارة عن كده بسيط ساقول له ايه اقول له اد دفلي اا دفل في المكان ده. بس كده وتعالي خليك حلو قوي. فظن كده كده كفاية. طبعا محتاجي نعمل من الاول. عشان بس هو كده في اكسبشن وحاجة لان ما فيش حاجة فهو في ارر تقريبا انا مش شايف الارر فين. اه الارر ارر جاي في المكان ده تقريبا في كوس نوايس هنا. تمام. ماشي كده حلو. ماشي زي ما اتا شايف البطن اهو موجود عندي. بص اهو موجود تحت اهو. فانا هستخدم البطن ده عشان اضيف ايتم لقيه للاست بتاعتي. عشان بتادي وتعرض الايتم الجديدة. فكل انا هعمل في بقى هعمل مثل اسمها ايه اسمها انسرت ايتم. وبتعالي نعمل للمثل دي. في المكان ده هنا كده. فكل انا هعمله ان انا هاكسس الايتم اللي هاللست بتاعتي يقول دوت اد ضيف لايتم جديدة وهن هحط الايتم. فممكن اقول ايتم كده بس خلي بقى انا دلوقتي عايز اخلي اسم الايتم مميزة. يعني كده كل مرة هضيف ايه هضيف نفس السترينج. فانا ممكن مسلا بكل سؤولة استقبل الاندكس بتاع الايتم اللي انا هضيفها. تمام يعني انت دلوقتي فنفترض اه انت عندك هنا اتنين اه اتنين ايتم. تقدر تقول لي هو الاندكس بتاع الايتم اللي هتتضاف هيبقى كام? فنفترض نهاكة يعني. فانا دلوقتي الواحد ده الاندكس بتاعه زيرو. التلاتة ده الاندكس بتاعه واحد. فكده الرقم الجديد اللي انا هضيفه هنا. هيبقى الاندكس بتاعه كام? هيبقى الاندكس بتاعه اتنين. فهتلاحز ان الاندكس بتاعه بيسوي بتاع اللست. يعني بص هنا كام اتنين. وبالتالي الايتم الجديدة اللي هتضاف هيبقى ايه? هيبقى الاندكس بتاعها اتنين. ماشي اتمنى دي تكون واضحة. فممكن اقول له هنا ايتم. فبسهولة جدا ممكن اقول له انت هتضيف لي هنا ايتم. والاندكس بتاعها كام. حطي لي بتاعها كده في المكان ده. فبالتالي كل ايتم هنضيفها يبقى الاسم بتاعها مختلف. فهمت انت قصد يتمنى تكون النقطة دي واضحة. وهتبضح اكتر لما تتعرض عندنا على. آآ طبعا خلي بالك ممكن تخلي الاندكس بلس واحد لان انت لما هيبتدي من زيرو هيبقى ايتم زيرو. بعد كده ايتم واحد ايتم اتنين. فاحنا عايزين هلقى تبقى ايتم واحد على طول. فممكن تقول اندكس بلس واحد. ماشي حلو. بس خلي بالك انت كده لسه ما خلصتش. انت كده ضفت الايتم جوا مين? جوا الليست بتاعتك. لسه في نقصة. ايه اللي نقصة? ان انت تقول خلي بالك انا عايز اضيف ايتم بقى. يعني خلي بالك الداة بتاعتي اتغيرت. وعايزك انت كمان تبتدي تتغيري واضيفي لي ايتم جديدة. تمام? فعشان كده من خلال بقى الكيل اللي احنا استخدمناه عشان ما نجي هقول له هاتل بتاعتها. واقول له بقى دف لأيتم فيها. طب والاندكس بتاعها الاندكس اللي احنا استقبلناه. نضع بسيط جدا زي ما انت شايف. وطبعا محتاج ا اكد عليه ان هو ايه? ان هي مش بنال. يعني. بس زي ما انت شايف كده انا بعمل انسيرت الايتم. يبقى انا بعمل انسيرت الايتم ده هو الليست عادي جدا. وبعد كده بقول برضو للادي بتاعتي دخلي الايتم دي في الليست عندك بقى. لان هي عندها دلوقتي بتاعرضها خلاص. الايتم بتاعتها. وعرضة مبدئية وزي الفل. انت دخلت لي في الليست الجديدة. حلو. هتعمل حاجة? لا مش هتعمل حاجة. لازل انت روح تقول لي خلي بالك في ايتم ظهرت جديد في الليست بتاعتنا. انا عايزك تدخليها بقى عندك برضو. وتدخليها في نفس الاندكس. بس هو الموضوع كده بكل بساطة. فكده بالفعل المفروض ان احنا كتبنا اللي خلينا بالفعل نعمل ايه? نعمل اا اد لأيتم جوه فممكن كده نرون الكون من الاول ونجرب ونشوف هل هيدي في ايتم ولا لأ. تعالى بقى كده نجرب نعمل اد. زي ما تشاب بالفعل اضاف ايتم التاني. حلو. نضاف ايتم بس تعالى كده مسلا نخلي دي جوه ايه? جوه كارد. عشان نديها عشان تبقى واضح شوية لان شكلها كده مش واضح قوي يعني. فتعالى نخليها ونديها مسلا عشرة كده ولو حاجة. او مش كده افضل يعني كده لما تجي تضيف ايتم الايتم تبقى واضح. بس هتقول لي طب ماشي يا باشمهاندس احنا خلاص عملنا ودينا زي الفل. بس انا ملاحز حاجة ايه الفايدة من اللي احنا عملنا دلوقتي? ما ما فيش اي حاجة بتحصل احساسا وما فيش اي بيحصل. ما اقول لك بقى الفكرة في ايه? الفكرة في ان انت الايتم زات نفسيها اهي دي. ممكن بقى تحطها جوه ايه? جوه. يعني ممكن اروح على الايتم دي واقول انا عايز احطك جوه مسلا. ده لو قفت عليه كده هتلاقي ان هو بياخد ده ما هو عبارة عن واللي بيجي لك انت هنا اساسا عبارة عن ايه? عبارة يعني انت مش محتاج تعمل اي حاجة. انت بس يا دوب هتقول هنا بيساوي اللي جاي لك? ما تعملش اي حاجة. فبالتالي هي اللي هتهندل الموضوع من غير ما انت تعمل اي حاجة خالص. يا دوب انت ممكن التحدد بس مش اكتر. لكن تعال كده مسلا نعمل كده مسلا. تعال كده نجرب نضيف ايتم زي ما انت شايف بوستر بتضاف ازاي? شايف شكلها? منظرها لطيف جدا هو بتضاف. ممكن مسلا نضيف هنا كده عشان يبقى حجمها اكبر برضو شوية. بحيس ان انت تلاحز الموضوع اكتر. خليها نكتب بدل اللي تعودنا عليها. تعالي نعمل كده هتلاقي كلهم حجمهم كبر. اه ممكن تعالي نعمل من الاول عشان ايه? بتبقى اوضح برضو. طبعا انت ما عندكش نعمل على على اللي انت ممكن تحطه هنا انت ممكن تحط اي انت عايزه. دلوقتي حاطة يعني تقريبا بيبتدي من الصفر وبيكبر. فتحسها ايه بتزهر كده بشكل سلس. لان هي بتبقى صغيرة وبعد كده بتبتدي تكبر لغاية لما تاخد مسحتها. بص ايه. فتحسها كده بتنزل من فوق اللي تحت. يعني هي بتبتدي تكبر. بص شايف? لطيفة جدا. اعتقد ان انت بالمنزر ده افضل من ايه من المنزر الابليه. اللي هو لما كنا بنضيف الايتم للي كانت بتتضاف على طول. ماشي زي ما تشايف في الموضوع كده لطيف قوي وجميل يعني ودينا سهلة. اه طب ندخل في النقطة تانية انا دلوقتي عايز امسح ايتم بقى. طبعا عايز امسح ايتم فانا ممكن بسهولة جدا. اه تعالى مسلا نروح على نفسيها. نحط مسلا في اخر حاجة خالص. تعالى نقول بتاعتنا. ممكن تبقى مسلا ايكن بوتن. ونستقبل ونخلي هنا ايكنز فيها تراش. اللي هي الايكنز دوت تراش تقريبا او حاجة زي كده. وهي كانت في الفونت قصة مع ايكن يبقى. نخليها دليت هنا يبقى. ماشي دليت. اه مطرد على ايه? اه ماشي لان دي وجت. عشان احنا مستخدمين ايكن بوتن فانا محتاج استخدم ايكن وجت جواها برضو. تمام. تعال برضو نخليها وتعالى هنا نعمل. طبعا كنت ممكن اكتبك الكود ده كله في مكان واحد فمش هنعمل اللي انا بعمله ده دلوقتي. لكن لا انا حابب اي كود اكتبه يبقى بحيس ان انت تتعاول على الموضوع ده. ماشي وتعالى هنا نستخدم بقى. فانا بقى هندليت اه وتعالى كده نعملها وتعالى نشوف هنمسح الايتم ازاي مبدئين كده احنا محتاجين نمسح الايتم برضو من ايه من الليست بتاعتنا يعني زي ما عملنا هنا كده برضو محتاجين نمسح الايتم اللي هنا فمبدئين هنعمل نفس الكلام اللي عملناه هنا بالزبط. انا في البداية خالص عملت ايه? عملت الايتم لللست بتاعتي. اه فدلوقتي انا نفس الكلام عايز اقول ايتمز ومن خلال ايتمز اقوله يعني مسح الايتم اللي في الاندكس الجسد. تمام? فبالتالي انا هنا محتاجة حدد الاندكس بتاعي. طبعا انت معاك الاندكس? لا مش معاك الاندكس. فبالتالي انت محتاج تقوله هنا انا عايز الاندكس. وانت بتستدع المثل دي اصلا. فانا ممكن نخليها بقى مثل عادية كده. ونستدع جواها اي جواها المثل. تمام? بس كده. وكده احنا بنبعت له الاندكس كل مرة. فبالفعل لما نيجي نضغط على الايكن دي تلك انا على طول هيعمل لنا ايه? للايتم من هنا. بس لسه الموضوع مخلص انا برضو لسه محتاج اقول للايميتد لست بتاعتي خلي بالك انا مسحت ايتم. تمام? لا والموضوع هيختلف شوية كمان. تعال انشوف هنعمل ايه? انا محتاج اقول له من خلال الكي دوت وعمل لي لايتم. هنا الموضوع مش بيكتفى على ان انت بتدي له بتاع الايتم لا. ده انت كمان محتاج تحدد له كمان الايتم اللي انت مسحتها. يعني مش بس الايتم لا. كمان الايتم اللي انت مسحتها. لان خلي بالك انت ممكن في عملية المسح تبقى عايز مسلا مختلف عن عملية الاضافة. يعني انت ضفت بشكل وعايز تمسح بشكل مختلف. فده عادي يعني بمزاجك انت ممكن تعمل الكلام ده. فهنا نفس الكلام انا محتاج في عملية المسح ادي له الاندكس بتاع الايتم اللي همسحها. وكمان اعمل له الوجت اللي انا همسحها. فطبعا الوجت اللي احنا هنمسحها احنا عارفين اه عارفين يعني هي عبارة عن ايه? بتعلي بس هنمسح السهمين دول كده. بتعلي هنعمل بقى. هنعمل بالمنظر ده. ومعي هين التكست تقدر يوب بصورة جدا عن طريق ان انا اكسس الايتم ومعي الاندكس بتاعها. مش هعمل فيها اي حاجة فالصيبها فاضية زي ما هي. فانا كده بالفعل همسح الايتم دي لكن لسه مفيش كده اي عملية في المسح. يعني انا كده ما عملتش اي حاجة. هنقولت له مسحة الايتم اللي في المكان كزا. والايتم اللي هتمسحها هي ايه هي الايتم دي. لكن لسه ما ضيفتش لها وهي بتتمسح. فانا ممكن برضو هنا حطها واقوله يقوله مسلا وهقوله هنا يبقى يبقى اللي جاي لك. فانت كده كمان حتى في عملية المسح هتمسح ايه? هتمسح بشكل آآ تمام فهمت? انت في عملية المسح بتعمل ايه? يعني انت بزبط نفس بتعمله في نفس المسح بس باختلاف الخطوات. يعني هنا ضيفت ايتم للليست هنا مسحة ايتم للليست. هنا استخدمة الكيب بتاقي عشان انسرت ايتم هنا استخدمت الكيب بتاقي عشان. بس الفرق في عملية لازم حدد له الوجت اللي انا هعمل لها انت كده كده معاك الاندكس فانت بتريت تعرف تحدد كمان الايتم بالزبط فعلا ان انت هتعمل لها عشان يبقى عارف انها ايتم هيعمل لها في المكان ده. تمام? فتعلي كده نجرب. يعني تعلي كده نضغط مسح على الايتم كده. زي ما انت شايف بص اتمسحت ازاي? ايتم خانسة مسلا. اهي. ما بقتش موجودة. تعال نضيف ايتم كده كده كتير مسلا. تعال نعمل نطلع فيه. لسه مش موجودة. تعال نمسح واحدة اهي. نعمل بص. ما بقتش موجودة وبتتمسح بشكل ايه? بشكل لطيف كده وجميل. بص. اعظمة جدا بصراحة. لازيزة جدا بحب استخدمها. اه لان انت كمان ممكن تلعب زي ما انت عايش فيها. يعني ممكن تضيف حاجات مختلفة خالص. يعني بص مسلا تعال لك نروح على اللي هنا بدال عشان دي برضو فيها كده فبالما هتعرفها. في مسلا ممكن هنا نحط سلايد ترانزيشن. سلايد ترانزيشن خلي بالك بتاخد ايه? بتاخد لو قفنا عليها كده تعال نشوف بتاخد فبص بقى الفرق هنا عندك مشكلة ان بتاعك على عكس اللي جاي لك فانت ده مش هنفع تشغله مع ده. ما ينفعش. اللي انت بتستخدمه هنا لازم تحوله من لانيميشن لانيميشن اف طايف فبقى ممكن تحط هنا يعني بعد كده هحوله لحاجة جديدة. وهنا ممكن تحط الجديد بتاعك بقى. وتحدد انه هيشتغل على عادي جدا. خليب لك ان هو رم اكسبشن عشان لسه بنكتب الكود يعني. فتعالي هنا نقول مسلا. وهنا مسلا نحدد بتاعتنا. فتعالي نقول مسلا طبعا انت هنا بتتكلم في محور اكس واي. افست في محور اكس واي تمام? فمسلا لو حايزينه يبتدي مسلا يجي من اليمين للشمال. فممكن نقوله الاكس هتوقع بزيرو والواي هتبقى بواحد. والاند بتاعتنا هتبقى المكان الاصل بتاعه ويبقى زيرو زيرو. ماشي وتعالي نخليها كده عشان اشكلها لطيف. وهنا نفس الكلام نخليها كده. حلوى كده نعمل من الاول خالص. عشان هي عشان والايتم زي كلها تتشيل. فنشوف شكل كده بيتضاف على النظافة يعني. تمام? ماشي تعالي بص بقى لما نضيف ايتم. بص هي تعريبا كده انا تلغبط كده في الابعاد. تمام? يعني كده لغبط بتاعي. هنا تشغال على الاكس والواي. فانا كده اشتغلت على الاكس. انا عايز يجي من اليمين للشمال. انا كده بتحرك على محور اكس. فالاكس المفروضة لتكون بواحد. مش مش الواي. انا تلغبط في دي. فتعالي كده نضيف ايتم بص هتجي لي ازاي? شايف تجي لي منين? حاجة لطيفة جدا. لزيزة قوي يعني. ممكن تلعب في الانيمشن زي ما انت عايز. وبص بقى لما اجي امسح بيمسح بايه? بيمسح بالسايز ترانزيشن. يعني بص بيضيف بالسلايد ترانزيشن وامسح بايه? بالسايز ترانزيشن. خلي بالك انا هنا لما جيت امسح ايتم قلت لك بسهولة جدا انت هنا بتقول له الايتم اللي هيمسحها. تمام? فانت بالتالي بتروح على الايتم وتجيب منها بتاعها. بس تخلي بقى لك انت لو سيبت الكود بالمنظر ده هيرمي لك يعني لو رحت دايما مسحت اخر ايتم عندي يعني انت على كده نجرب نمسح اخر ايتم هتلاقي ان اخر ايتم دايما بيرمي لك فيها. ليه بيحصل الكلام ده? لان انت لو قفت على اللي عندنا هنا فهتلاقي ان هو في الشرح بتاعها بص كده تعالى نقف عليها بيقولك ان هو بيمسح الايتم تمام? وبيمسحها ايه? يعني هو على طول بمجرد ما تديله الاندكس بيمسحها اميديتلي. بعد كده الايتم ذات نفسيها اللي اتمسحت بتفضل معروضة على السكرين بتاع الانيميشن. فهمت انت الفكرة? يعني مسلا لتلتميت ميلي ساكن الواجت دي هتفضل معروضة على السكرين عندي. وبعد كده تتمسح. ده الانيميشن بتاعها. فتلقى ان انت لما بتيجي تحط الواجت في بتاعك ده. الواجت دي بتاكسس ايه? بتاكسس الايتم بالانديكس اللي اتمسح اصلا. فهمت انت الفكرة هنا فهتلاقيه دايما بيرميلك يقول لك خلي بالك الانديكس ده مش موجود معي في الرينش. والانديكس ده مش هيتطول معك على فكرة. يعني ده المفروض ان انت لو عملت كده هتلاقيها بالفعل اتمسحت. لان هي بالفعل اتمسحت. بس المدة التلتميت ميلي ساكنز هي لسه معروضة عندي على السكرين. فبالتالي انا ما ينفعش اعمل الكلام ده. انا المفروض هنا ما ينفعش احط الايتمس بالانديكس. لا انا الرفوض هنا حط بالفعل اللي اللي اتمسح طب يجيبonsense اللي اتمسح ده ازاي? انت لما بتيجي بالفعل تستخدم الايتمس عشان تمسح منها اي حاجة في الحالة دي هيبتمسح منها فهو بيرد عليك بالايتمسح. لو كنت بتمسح هيرد عليك بالانتيجر. لو كنتت بتمسح مسلا موديل هيرد عليك بالموديل. فانت بالتالي دامي معك هنا ايتم بتاعتك.光 tasks بساوي الايتمز وحط الريموفد ايتم هنا فبالتالي الايتم دي هتبقى موجودة بالفعل تلتميت ميلي ساكنز بس هي معها الاسترينج بتاعها خلاص مش بتاكسس حاجة ممسوحة فبالتالي مش هيحصل اي اكسيبشن يعني تعالى كده نبص اهو مسحناها شايف الايتم اللي اتمسحت دي فضلت معروضة تلتميت ميلي ساكنز مع ان الاندكس بتاعها اتمسح اصلا بس انهي اللي معروضة هي الايتم دي اللي بتاكسس اللي موجود معي بالفعل فبالتالي ما عندهاش مشكلة خالص ان الاندكس بتاعها اتمسح ما عندهاش اي مشكلة في الموضوع ده خالص اخر نقطة حابية بتكلم فيها اه بعد ما تكلمنا في الموضوع ده هي نقطة سهلة يعني بس عشان بس اخد بالك منها لما بنيجي نضيف كده انا عايزه هو بيديف الايتم يعني سكرول الايتم اللي بيضيفها ما يفضلش وقف لي فوق كده مش لذيذة خالص انا عايز لو ما يديف هو تلقى ان يعمل للسكرول للايتم اللي متحت فبالتالي بما ان انا هتحكم في عملية بتاعت انا محتاج حاجة اسمها فبالتالي انا ممكن اعمل هنا ايه? سكرول كنترولر واسميه كده هيساوي سكرول كنترولر وتعالى ندي install control ده المين لإنميت the list دuer control ادى اله هم من الاسكرولmän راه هنا حلو اوي فكده ممكن ولا بضيف الايتم ممكن بستخدام store controller اقوله خلي باقي انا عايزك ت菜 يا نميت Då يعني تروح للمكان كزا فانا دلوقتي اعايز اقوله تروح لااخر لست راكس بالنقطة دي اعايزك تروح لااخر اللست خالص فاخر اللست خالص دي ممكن اجيبكم متها عن طريق Ele synagogue controller أيضا theological control برضو اقول له هاتلي position بتاع بتاع تمام وهاتلي بتاعته هاتلي اخره كام يعني اخر دي كام فبالتالي تلقائيا هو هيانيميت لفين هيانيميت لاخر حاجة في الليست وبعد كده هنا ممكن تحط بتاعتك ممكن تحدد خلي مثلا يعني كده وبعد كده خليها مثلا تبقى تلتمية مثلا خليها تلتمية كده وخليها ونعمل كده تعال نحط السمي كولن الاول ماشي زي الفل اوي كده تعال بقى كده نجرب نضيف كده ايتم ونشوف يحصليه شفت خلاني اعمل ازاي بص تعال نضيف ايتم تاني بص الشي لاطيف جدا فكده انت بتضمن ان هو بيعمل معك بس خلي بالك في نقطة انت ممكن ما تكونش ااخد بالك منها انت دلوقتي اللي ما بتيجي تضيف الايتم بص انت لسه في ايتم تاني ممكن تعمله بص لو ضيفت ايتم تاني لسه في سكرول له بص لو ضيفت ايتم تاني لسه في سكرول يعني دايما بيبقى في ايه واقفة معك على ايتم بص واقفة معك على ايتم دايما وقفة معك على ايتم ليه بقى لان خلي بالك انسرت ايتم دي بتتضاف بايه بتتضاف بعملية تمام فبالتالي هنا هتاخد فنفترض مسلا تلتميت ملي ساكن وانت تلقائيا بيدخل ينفذ الانيميته فبالتالي بيروح على اخر الليست والايتم لسه بتكونش تضافت فبالتالي انت مش هتانيميت لاخر حاجة في الليست لا هيبقى لسه فضلك الايتم اللي انت بتضيفها فهمت النقطة دي فطبعا انت ممكن تحلل المشكلة دي بسهولة جدا عن طريق ان انت تعمل هنا بسيط بالديوريشن بتاعتك يعني شوف الديوريشن دي قد ايه انا بسيت عليه لقيتها تلتمية فممكن نعمل هنا ديلي بسيط كده والديوريشن بتاعه هيبقى نفس الديوريشن بتاعنا اللي هو ملي ساكن تلتمية تقريبا انا دخلت يعني بسيت عليه لقيته تلتمية فعلا بعد كده هنا ممكن نقوله ايه مسلا الكولباك بقى بتاعتنا نحط فيها الكود بتاعنا بس مش اكتر فكده هنضمن ان الكود ده هيتنفس بعد ايه بعد ما الايتم تتضافه بكل سهولة يعني تعال كده نجرب تعال كده نعمل اد بص بقى مفيش اي حاجة تاني شايف مفيش حاجة تاني خالص بص اهو شايف فازون كده بقيت قلطف كده لما الايتم بتتضاف فعلا بيعمل لنا ايه بيعمل لنا انيميت للايتم دي ازون كده بس بكده كده يكون الفيديو ده انتهى ما تنساش تعمل سبسكرايب لليلشانل واستعناك الفيديو جاء ان شاء الله ومع السلامة